موسيقى منذ أشهر تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حراكا متزايدا للمطالبة بتخفيض أسعار الإسمنت حراك انتقل إلى الشارع من خلال وقفات نظمها من يقفون وراء هذه الحملة يطالب هؤلاء بتخفيض الأسعار ويتهمون الشركات التي تبيعه بالتواطئ بينها للمحافظة على الأسعار في مستوى مرتفع أعلى مما تباع به هذه المادة الحيوية في دول الجوار حسب هؤلاء وعلى خلفية هذا الحراك عقد وزير التجارة والصناعة المرابط والبناهي اجتماعا مع ممثل الشركات المنتجة للإسمنت يوم الثلاثة الرابعة عشر مايو الجاري وحسب إيجاز للوزارة فقد تناول اللقاء وضعية السوق فيما يتعلق بأسعار الإسمنت وإنتاجه وتم التوصل إلى وضع آلية لتشخيص الوضع بصفة جدية والبحث عن حل مقبول آلية لم يكشف عن تفاصيلها بعد وإن كان الاجتماع يعكس تفاعلا مع هذا الحراك الذي أصبح يكتسي طابعا شعبيا متزايدا حيث يطالب المواطنون الدولة بلعب دورها في الضرب بيد من حديد على شركات الإسمنت ومعاقبة ممارساتها المخلة بالمنافسة وفتح الباب أمام استراد هذه المادة الحيوية من أسواق مجاورة تباع فيها بأقل من سعرها في السوق المحلية بكثير وبجودة أعلى هو في الحقيقة على المستوى النظري هناك جدل معروف لا يتعلق بحرية السوق وتنظيمها وفحرية السوق التي تحقق الابتكار وتحفيز الأعمال ولكن أيضا لا بد من المستوى العملي من تنظيم للأسواق الاعتبارات موضوعية وفوائد معروفة لعدها أهمها حماية المستهلكين ضمان المنافسة الحقيقية تحقيق دخول وخروج سهل للسوق وتوفر المعلومات وشفافيتها عدم تنظيم السوق هو الذي قد يؤدي إلى فشل الأسواق وحدوث احتكارات وأنا أعتقد أنه على المستوى القطاع الموضوع نتحدث عنه في المستوى الصناعة الإسماع أنه نحن أمام حالة بيّنة من يكاد يكون الاحتكار الكامل حتى الاحتكار القلة التي يعتبر صورا من صور الأسواق المعقولة غير متحقق بشكل كافي وبالتالي لا مناص من مستوى من تنظيم هذه السوق خصوصا إذا استحضرنا أن الصناعة الإسمنت التي هي في النهاية صناعة اللمسات الأخيرة المناسبة ولا تحقق ولم يتحقق فيها على مدى ثلاثين سنة وأزيد من هذه الصناعة أي مستوى من التطور فلا زلت هي عبارة عن استراد مادة أولية تم إجراء صناعة اللمسات الأخيرة عليها يخلق الاحتكار هنا في السوق رغم غلاء السعر يخلق لهم من الاحتكار من اللوقات يعود قاموا موجود ونحن نعرف هنا فيها خمس مصانع أولا هم مصانع تحويلية ما هم مصانع يصنع رواية ويخرص موادها الأساسية اللي يتعود موجودة في البلد وكالكار موجود هنا في موريتاني في مناطق حدا كيهايديا في بلادات الموريتاني موجودة المادة اللي قد يصنع منها الكلين كار اللي هي المادة الأساسية اللي أسمت ويخلطوا عليهم مرخرين يعود يخلطوا هم مختبر وطاني بعد قاية يتما لإنتو خضوة تتسلموها قبل من هزقيبة ويخرص نوعية عفويا يعود يعرف كان ها فيه الجودة يلا يعودوا المصانع هم تنعطا لهم إعفاء ضريبي ويلا يعودوا أحدين تريد المصانع ما أنه لا يعد المصانع تحويلية إحنا ليخلقهون بموريتاني كامل اللي دائما شي تحويلية وحدين يجيبوه قاية بريقة وتوه يديروه في الزقايب وحدين يديروه هلين يقال له لميزان سك ولهو التصنيع قير بعد قاعدة كامل ما ما بينعنه قاية إياك يعودهم أياد وطني والله شي شبه تصنيع يقال لين يعودوا المصانع الخامسة هم نعطى ترخيصة خمس مصانع من أجلع لن يعود فيما تي التنافس ومن أجلع لن يعود تنافس في الجودة والتنافس في السأل والتنافس في الخدمة يلين يعود هذا مفقود كامل لأنهما معدلين اتحادية يقعدون هما في الليل يقولون سيموه نطلعوا سيموه نقضوا سيموه هذا السبوع ما نبيعوه هذا نبيعوه نصنعوا منه لا كذا ياك نحتكروا هذا صبحوا محتكرين وتوهوا وهذا بضرره حتى قاعدنا نحن كمؤسسات نسعروا قاعدة اللي لا ينعدلوا معطلوا سيموه قدوا قاعد نطلعوا سعالنا يبقى المواطن الضعيف في الهش اللي في القزرات واللي كله يحتاج يبني بيتي يحميه من الشمس ومن البرد ما هو قاعد يبني به اللي خلاصه قليل واموره ضعيفة مرأي شريز قبن سيموه يخبطها يعدى الهبريك مؤسسات ونسعروا قاعدة وقاعدة واخرة يقال ذا المواطن البسيط وهو الكم الكبير من المواطنين اللي يبنيه والداخل وكل شي هذا مثلا صبحوا محتقرة لهذه المادة احتكار سلبي وهذا ما وهذا بسيط اللي أمن ينفتح الترخيص للناس على أنها تأمورتي سيموه على أنها تستورد الأسمنت وتقلل ديوان تو عندها بذاك اللي معقول تعرف ديوان على أنه معقول وينباع هناك في السوق يدرجوه مراجعين للصف ويبيعوا سيموه طريقة عادية وما حد أنهم محميين ومحتكرين لكن القطاعات الأخرى كاملة يعود تصنيع الإسمنت في موريتانيا إلى نهاية السبعينات من القرن الماضي حين تم إنشاء أول شركة إسمنت في موريتانيا ثم تلا ذلك إنشاء العديد من الشركات الأخرى حاليا يتألف سوق عرض الإسمنت في موريتانيا من خمس شركات تتكتل في إطار ما يطلق عليه جمعية مصنعي الإسمنت في موريتانيا تقوم هذه الصناعة في موريتانيا على استيراد الكلينكر الجاهز وطحنه وخلطه بكمية قليلة من مواد أخرى ليصبح ناتج إسمنت بورتلاند وهي عملية يمكن أن يوصف في أحسن الأحوال بأنها نصف عملية تصنيعية هو كل بلد يعد عنده معايير وإحنا للأسف الشديد هون ما عندنا معايير على الإسمنت كل شيء لا يصنع لا بد من يعود عنده معايير تتماشى مع ملاءمة مع طبيعة البلد مع جوه ورياحه والأمور كاملة التي تعمل فيه وهذا مو خارج إلى حد الآن ما عندنا إن نرم هنا إلا سيمة على كل حال من الناحية المبدئية من الضروري أن تكون هناك سياسات حماية نجل تطوير الصناعات المحلية هذا لا غبار عليه لكن السياسات الحماية يجب أن تكون مبصرة وأن تكون ذات خط متبعة وانطلاقة من خطة تراقب عملية تحقيق فوائد الاقتصاد الوطني وعلى المصلح العام المتعلقة بتحقيق صناعة محلية المشكلة أنه غالب المستثمرين الانتهازي أحيانا لا أعتبر أن الموضوع ننطبق بشكل كل على هذه الحالة ولكن إذا كانت مركة سياسات حماية ولم تؤتي ثمارها على مستوى تطوير أي صناعة معينة فهذا يعني أن هذه السياسة الحماية وهذه الإعفاءات الضريبية وغيرها تحولت إلى فرصة لإقل من رجال الأعمال ولم تتحول إلى فرصة لتحقيق اكتفاء ذاتي وتحقيق تطور في هذه الصناعات المشكلة لأن بلدان من جوار تطور هذه الصناعات بأصبحت فعلاً صناعات حقيقية وأصبح اكتفاء ذاتي نحن الآن المادة الأساسي لصناعة الإسمنت التي هي الكنكر لازم أن نستوردها بنسبة 100% فأنا أقول أنها لم تتي هذه الصناعات الحماية دورها لازم أن نقيم وقد حظيت هذه الصناعة بدعم الدولة من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية حيث تستفد هذه الشركات من اتفاقيات تأسيس مع الدولة الموريتانية تحصل من خلالها على جملة من التسهيلات الضريبية من بينها إعفاءات لمدد مختلفة كما تشمل أيضاً تسهيلات جمركية لاستراد التجهيزات والماكينات وقطاع الغيار ومع ذلك فإن هذه تسهيلات لم تسهم في نقل التكنولوجيات وتحول الصناعة لصناعة كاملة تنتج مادة الكلينكار محلياً كما أن الأسعار تظل مرتفعة مقارنة مع أسواق شبيهة كالسوق السنغالي على سبيل المثال فحسب الوكالة الوطنية للإحصاء يصل السعر طن لسمنت إلى 6500 أوقية جديدة في شهر مارس نشرة الوكالة الخاصة بأسعار مواد البناء تؤكد ارتفاعها بنسبة 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة مع الربع السابق وارتفاع الأسعار بنسبة 4.4% كنزلاق سنوي هذه الأسعار التي يراها مواطنون مرتفعة بشكل مبالغ فيه هي بنسبة لنائب رئيس الجمعيات الوطنية أحمد أول دنبال نتيجة التنسيق بين شركات الإسمنت الذي هو مخالفة صريحة لقانون المنافسة والاحتكار وهو ما استدعى ردا من الأمن العام لجمعية مصنعي الإسمنت في موريتانيا نفي فيه وجود أي تواطع أو تنسيق بين الشركات قائلا إن السوق سوق حر وتنافسية وتحدد فيها الأسعار حسب العرض والطلب وقال سليمان صو في تصريح لصحيفة القلم إن المقارنة بين السوق المحلية والأسواق المجاورة غير عادلة فالشركات الموريتانية تستورد مادة الكلينكرا التي تشكل 80% من منتج الإسمنت النهائي وقد ارتفعت أسعارها بشكل كبير خاصة بعد جائحة كوفيد 19 صو كذلك اشتكى من فرض ضرائب على شركات الإسمنت غير موجودة في الدول المجاورة وتساهم في رفع الأسعار الذي يعتبرها معقولة أسعار معقولة هي مجحفة وغير مبررة بالنسبة لمن يقفون وراء الحراك المطالب بخفض الأسعار لكن هناك من يرى أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب مركبة من بينها أسعار الاستراد وتكاليف الإنتاج ولكن أيضا ضحف الرقابة الحكومية والمضاربات فسوق الإسمنت لا تختلف عن أسواق مواد أخرى حيوية في موريتانيا من ناحية الاحتكار سابق عدرهم اتحادية يتمدوا ويجابر سيمو كان لا قال السعر وقايسة ترى محدا هم يتنافس وتنافس سليم اللي هم الأسمنت محدا هاي الدور تجبر كليان وهاي الدور تجبر كليان احنا عرفوا أن السعر يتم لين يهبط يهبط بشكل قريب يعود معناهم وأساسات يتنافس بين لين عدر اتحاديتهم قالوا قالوا ورانا ما ترين بايعين سيموهم وموبر 63 أنت يسوى جايتك مليار من كليان لا تبيع موبر 63 ونحن ما نبايع 33 وانت ما نبايع 63 إحنا قالوا يبقوا بيعوا 63 وغير هم أمو حامية هم دوان تقول لك أنا لين شي بحط هم السيموه لين دوانته كذا وكذا شي خيالي باشي لعتانا استوردت من بلد أخر أنت الديوانة يا الله تعود لا مبلغ الديوانة هون عندها شكلين الرواية لين تصنع هون عندها مبلغ من السعر الذي ندار عليه إذا تصنع هون يعدل لهم وش يشبه حماية كيت يقول لك لها نديون سيموه باربعين لهم تقول لها ديون باربعين وشيطان وشريته وقع من جزائر باربعين وانقلتم لها وصلت لها وستين معناها الديوانة هي التي تعود من المبلغ الذي نشربه ثانا دعونا نمش نلوذ في الخارج ونقبل سعر سيموه ولا ينجبون لك كأي مادة هنا تأخذ على كل شي وخرص أنت هذه النسبة التي تندار علينا على ديوانته تندار عليوتو إذا يوصل هنا ب63 إلى 64 هذا عاد حتيك أعتبر من أهم القطاع الإقتصاد الوطني يكفي أن نستحضر أنه قبل سبع إلى ثمان سنوات كان قطاع البناء والأشغال العام يمثل أكثر من 30% في نسبة تشكيل الناتج القوامي الإجمالي فهذا يعني أنه إنه صناعة أو أنه مادة ذات بوعد استراتيجي ولازلنا في حالة نمو على مستوى المدن على مستوى البنية التحتية فمن الطبيعي أن يكون هناك هيئة لتنظيم الأسواق المختلفة خصوصا الموادات الطبيعة الاستراتيجية وهي غائبة عمريا إن كانت مسندة لبعض الإدارات في وزارة الصناعة حسب تبدل هذه الوزارات في تسمياتها إلا أنها كتبعيتها لمجمل النشاط الاقتصادي والاستمراء بشكل كاف نحن نحتاج بإعلان إلى أن نضمن الموازن التحقيق التوازن بين الحرية التي تتيح الابتكار وتتيح تشجيع الأعمال وبين ضمان حقوق الآخرين بما فيهم المستثمرين الآخرين وإلا سنتحول إلى صناعة احتكار وسنضرب بمصالح المستهلكين وحتى المستثمرين الآخرين والإسمنت ليس سوى إحدى مواد البناء التي تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا حيويا وتمثل النسبة 21% من الواردات الموريتانية في الربع الأول من 2024 فيما لا تساهم في الصادرات بشيء يذكر ويعد ضبط أسعارها وجودتها خطوة أساسية سيكون لها أثرها الاقتصادي والاجتماعي الملموس ترجمة نانسي قنقر